للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من مدينة ميلانو الإيطالية الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد مايكل سبينس مايكل سبينس هو اقتصادي أمريكي نال جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 2001 يعرف سبينس بشكل خاص بإسهاماته في نظرية المعلومات الاقتصادية ونظرية إشارات السوق قدم سبينس أن نموذجا يوضح كيف يمكن للأفراد أو الشركات استخدام المعلومات غير المتكافئة في الأسواق على سبيل المثال في سوق العمل يمكن أن تكون الشهادات الأكاديمية إشارات لمستوى القدرة أو الكفاءة نال سبينس جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية مع آخرين وذلك تقديرا لإسهاماتهم في نظرية المعلومات الاقتصادية قام سبينس بالبحث في كيفية تأثير المعلومات غير المتكافئة على الأسواق والأفراد وناقش كيفية تعظيم الفوائد الاقتصادية من خلال إدارة هذه المعلومات بشكل فعال كاتب سبينس العديد من الأوراق البحثية والكتب التي تركز على نظرية إشارات السوق وكيفية تأثير المعلومات على صنع القرارات الاقتصادية سيد سبينس أهلا ومرحبا بك بداية كيف يمكن أن تساعد نظرية الإشارات في فهم سلوك الناخبين أيضا في نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة لعام 2024 أعتقد أن السؤال المركزي الذي يتصارع معه الكثير من الناس خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت له علاقة بمن أين يحصل الناس على معلوماتهم لأننا غارقون بالمعلومات وما أسميها أنا بالإشارات ولكن أي منها ذو مصداقية وأي منها يصدقه الجمهور نحن نعيش في عالم مختلف عن العالم السابق من حيث وفرت المعلومات الناس المعنيون والقلقون لا أعتقد أن لديهم فكرة عامة ولكن السؤال من أين يحصل الناس على معلوماتهم وأي مصادر موثوقة هذه سمى أساسية من أساسيات الانتخابات والديمقراطية سيد سبينس ما هي المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يجب على الأسواق العالمية والدولية مراقبتها خلال الانتخابات الأمريكية في 2024 أنت قلت وعلى حق من قبل أن ما يحدث في الاقتصاد الأمريكي يؤثر على اقتصاديات العالم أعتقد أن الناس في الاقتصاد العالمي يراقبون مصار معدلات الفائدة وحركة رأس المال والتكلفة إنهم أيضا يراقبون أرقام التضخم والمواطنون قلقون بشأن تكلفة المعيشة خاصة على المستوى الفقير والمتوسط الناس أيضا ينظرون على النمو وهل هو يسبق الفرص ويوفر الفرص للناس في كل أنحاء العالم هذه هي محط أنظار الناس والناس تركز الآن على الانتخابات وهذه القضايا وهذا يبعث على القلق لدى الناس خاصة أسعار الطاقة ملكية المساكن والبيانات الخاصة بالتضخم هذا هو الهاجس الأكبر بالنسبة للسياسيين هم لا يسيطرون على التضخم على الأقل في أمريكا هذا عمل البنك المركزي أي بنك الاحتياط الفيدرالي وهذا يشكل تحدي كبير ربما نحن في نهاية دورة التضخم وليس في بدايتها وربما هذا يجعل الموضوع أقل أهمية في الانتخابات ولكن هذه معلومات مهمة لا تزال يعني العين كلها أو العيون كلها هي على الانتخابات ونتائج الانتخابات في الولايات المتحدة برأيك كيف يمكن لنتائج الانتخابات في 2024 أن تؤثر على ثقة المستثمرين من الصعب أن نعرف أعتقد أن المشاهدين يجب أن يعرفوا أن هناك عدم يقين بالنسبة للسياسات الاقتصادية من الطرفين كاملة هاريس لم تكن مرشحة لفترة طويلة وليس من المدهج أنه لا توجد أجندة اقتصادية متكاملة هذا من ناحيتها من ناحية الرئيس السابق ترامب أعتقد أن الموضوع الذي يتصارع معه الناس هو ما هي العلاقة بين ما يقول أنه سيفعله وما سيفعله حقا وأعتقد أن الرئيس السابق ترامب جاد بشأن أشياء مثل التعرفة الجمركية وأنظمة الحماية وأيضا السوق المالي سيعير هذا انتباها لأن هذا يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية وسيؤثر أيضا على التضخم بالنسبة لجانب كاملة هاريس أنتم قلتم على حق ربما يكون هناك استمرار لبعض سياسات بايدن من ناحية الاستثمارات طويلة الأمد الرقائق الإلكترونية إلى آخره ولكن ربما يكون هناك نشاط أكثر وتركيز أكثر على التحديات التي تواجه الناس ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة أعتقد أن هذا تخمين صحيح في هذه المرحلة بما بقي لنا من وقت سيد سبينس هل هناك من مخاطر محتملة على الاقتصاد وفقا للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على السياسات الأمريكية بعد هذه الانتخابات؟ أعتقد أن الإجابة هي نعم ربما بالنسبة للجميع في العالم بشكل أو بآخر المخاطر الأكبر من ناحية الجمهوريين هي الانسحاب أو سحب الولايات المتحدة من أجندة الاستدامة أنا لا أقول أن هذه نتيجة مؤكدة ولكن هذا يتماشى مع ما يقوله الكثير من الجمهوريين بما فيهم الرئيس السابق ترامب هذا سيكون له تأثير مادي على الجهود طويلة الأمد بالنسبة لأسعار البنزين والاستدامة إلى آخر هناك أشياء كثيرة ستتأثر ولكن هناك شيء لن يتأثر إلى حد كبير أنا لا أرى اختلاف كبير بين المرشح الديمقراطي والجمهوري في الموقف تجاه الصين وأيضا التدابير التي تتخذ لحرمان الصين من الوصول إلى أشياء متقدمة مثل الرقائق الإلكترونية نعم شكرا أيضا قضايا الأمن القومي التي حقنت نفسها بطريقة رئيسية في السياسات الاقتصادية ويمكن أن نتوقع هذا أن يستمر بغض النظر عن نتائج الانتخابات شكرا جزيلا لك ضيفنا سيد مايكل سبينس وأنت الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد شكرا جزيلا لك